درجة الحرارة اليوم ناقص 16 او 16 تحت الصفر الشعوريا ناقص 23 اجمل ما في اليوم انه الثلج اللي انت شايفينه زي كده طالع فيه شي روعة لما تكون الشمس مع الثلج مع البرد مع الاجواء اللي اكثر من رائعة احنا ايام ما كانت تنطر عندنا امطار وثلوج وعصير واي شي حتى لو مطر خفيف جدا كانت المدارس تغطل الجماعة تغطل الطرق تغلق انت لما تشوف هاي الاجواء تقول اكيد في بيلاروسيا النظام نفس الشي لا من الصبح من الساعة خمسة الصبح تلقى السيارات بنظف الطرق التصيرات الخاصة بتنظيف الطرق تلقى الناس طالعين على الدوام اللي طالع على الدوام طالع على الدوام اللي طالع على المدرسة طالع على المدرسة واللي على الروضة على الحضانة طالعين على الحضانة ولا بتغيروا شي هذا نظام حياة طبيعي جدا عندهم فممكن هذا الثلج اللي انت سايفينه هنا ممكن يقعد شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة قديما لسه كان اكثر درجة الحرارة مثل اليوم اللحظة هذه اللي انا بصوركم منها درجة الحرارة 16 تحت الصفر الشعوريا بيكتبوا على الانترنت كأنها 23 تحت الصفر اخيلوا رعاكم الله والناس مشكلين وانا نلابس لبس كان يمصيف ما فيش برد يعني كثير صراحة انا الناس ولا كانوا في شي وايام الثلج شو اللي بصير بالنهار المفروض يتجمد صح بس النهر عندنا هذه المرة مش بنجمد مع انه الدرجة الحرارة ناقص 20 لانه صار له اربع ايام خمسة ايام شوفوا كيف النهار بس المشكلة في المرد هذا شو هو كون درجة الحرارة ناقص كده تيجي بتوقف السيارة هيكشي ساعة ساعتين مع نزول الثلج ترجع عليها هكذا تجدوها بدها شو تنظيف بس دقيقة واحدة نظفت السيارة لم اشعر وبطلت اشعر حتى باليدين مش عارف الناس كيف بتيش درجة تحرر السيارة خمسة عشر تحت الصبر هذه الاجواء الحالية في جمهورية بيلاروسيا روسيا البيضاء من ابرد الايام هذه الايام بس احسن شيء وافضل شيء انه ما فيش فيها اللي هو الهوى او الريح او الرياح طبعا من سيئات البرد وخاصة للناس اللي بديهم تيجوا على بيلاروسيا وعيشوا في بيلاروسيا وقيموا في بيلاروسيا انه ضروري يعرفوا انه لازم الاطارات تغير قبل نزول الثلج لانه الاطارات العادية او العجلان او الدوليب العادية بسير سيارة زحلك فيهم لانه الارض بتكون مثل منتم شايفين قدامنا الارض بتكون سيئة جدا جدا للسواقة مثل منتم شايفين توقف السيارة مرة واحد بتوقف اشياني فممكن تزحلك معك فلازم تكون الاطارات مجهزة جدا لهذا الموضوع طبعا الدولة هنا اذا ما بتعمل هاي الاشياء ممكن يخلفوك فهي نقطة النقطة الثانية انك صعب جدا تتحكم بس سيارة فالسرعة عندك لازم تكون في المدن يعني ما تزيد عن 40 كيلو متر في الساعة لانه لا سمح الله وقف حدا قدامك ما راح تقدر توقف يمكنك تسحل تسحل لما تضرب فيها مع انه السيارات هنا والعمال هنا بنظفوا اول باول وبشكل سريع ولكن مش ملاهقين في هنا سيارات كثيرة جدا داما بيطلعوا بنظف هاي الثلوج اللي انتوا شايفينه على الارض هذا مش وسخ او مش باقي ثلج هذا رمل حتى الارض ما تزحلكها هذا بحطهما النار مل طيب كل يوم بيجوا بنظفوا من الصبح بحطوا رمل حتى تثبت الارض الشارع ما يكون نهيك منسق وماقدرش الواحد او الواحد ما يزحلك طيب هذا الفيديو حبيت حكي لكم عنه بشكل عام عن الاجواف من الروسيا وعن الثلوج اللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركو لنا اياهم بالتعليقات او التواصل معي على رقم الواتس اب حول ملا اروسيا ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة